عندما نتأمل الفضاء اللامتناهي، نشهد عظمة الله وبديع خلقه، نتساءل كيف تكون هذه المكونات بهذا النظام والانسجام؟ كيف تبقى متصلة ببعضها البعض كنسيج واحد؟ كيف تترابط وتتعاون للبقاء ومواجهة كل ما يهدد الوجود؟ فالكون كله كسبحة واحدة يربطها خيط واحد، إلا أن واقعنا يشهد الكثير من الارتباطات السلبية والمدمرة، ارتباطات قائمة على المصالح الشخصية والغايات الفاسدة، علاقات تؤدي إلى تهتك النسيج المجتمعي وتقطع الروابط، فضائل الارتباط تتعلق بالطريقة التي يتعامل بها بعضنا مع بعض، الإحترام، التسامح، الإنصاف، هي أسس الارتباط بين الناس، بدونها تتقطع الروابط، وتنمح الثقة والمودات، وتظهر الخصومات والقطيعة، مقارنة بجلال الكون وسعته، فنحن ومجرتنا مجرد جرم مجهري، ولكنه وجود من أجلنا، لأن هذا الكون هو الذي وجدنا فيه، نحن سبب وجوده، ومسؤولون عنه، وعن الارتباطات بين مكوناته، الحياة القائمة على احترام إنسانية الإنسان، هي الحياة الوحيدة الجديرة بتقدير رب الأكوان، ومن يحيا هذه الحياة، سيكون قد حقق رسالة وجوده، ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر